السلام عليكم ورحمة الله بعد انتصار المسلمين في غزوة بدر الكبرى رجعت كريش تجر أديال الهزيمة والخزي والعار وفقدت كريش مكانتها العظيمة بين القبائل وبزغت قوة المسلمين الحقيقية ومثلوا تهديد دائم على القوافل التجارية المتجهة من مكة إلى الشام والعكس فماذا تفعل كريش كان لابد من الثأر فتجهزوا بالعدة والرجال وجمعوا ثلاثة آلاف مقاتل واصطحبوا بعض النساء معهم ليشدوا من أزرهم وحتى لا يفروا من أرض المعرقة وجاء الخبر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه في المدينة فأرسل من يستيقن من الخبر فلما جاء الخبر اليقين اجتمعوا للتشاور فهل يبقون في المدينة ويقاتلون من داخل المدينة أم يخرجون للقاء الكفار خارج حدود المدينة وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يميل إلى البقاء في المدينة لأنه قد رأى رؤيا في منامه ورؤيا الأنبياء حق فماذا رأى الرسول صلى الله عليه وسلم في تلك الرؤية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت كأني في درع حصينة ورأيت بقرا تنحر فأولت أن الدرع الحصينة المدينة وأن البقر نفر والله خير فكان رأي الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتحصنوا بالمدينة وأن يقاتلوا الكفار من داخل المدينة ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستأثر برأيه وطلب المشورة من الجميع من الصحابة وحتى من المنافقين كعبد الله بن أبي بن سلول فرأى جماعة من كبار الصحابة أن يأخذوا برأي النبي صلى الله عليه وسلم وأشار كذلك عبد الله بن أبي بن سلول عليه من الله ما يستحق بالبقاء في المدينة ورأى جماعة أخرى لم يشاركوا في غزوة بدر وندموا ندما شديدا على عدم المشاركة في غزوة بدر وكانوا يتشوقون للجهاد والشهادة في سبيل الله وكان أغلبهم من الشباب المتحمس فقالوا يا رسول الله يدخلون علينا بلدنا ويقاتلوننا والله لنخرجن إليهم ولنقاتلنهم وكثر الكلام والنقاش فدخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته إلى غرفة السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها ولبس الدرع للقتال فقال بعض الصحابة للشباب المتحمسين للقتال خارج المدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نقاتل من المدينة وأنتم تقولون بل نخرج للقتال فندموا فلما خرج الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا له يا رسول الله ما كان لنا أن نخالفك فاصنع ما شئت إن أحببت أن تمكث بالمدينة فافعل فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن ليس لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل ومعنى اللأمة الدرع ولباس الحرب فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في ألف مقاتل متجها إلى جبل أحد وفي الطريق إلى أحد انسحب عبد الله بن أبي بن سلول بثلث الجيش قائلا ما ندري على ما نقتل أنفسنا وقد ترك الرسول رأينا وأطاع صبياننا ولك أن تتخيل مدى تأثير ذلك على معنويات جيش المسلمين وأهم الطائفتان من جيش المسلمين بالرجوع وهما بن حارفة من الأوس وبن سلمة من الخزرج ولكن الله عصمهم وثبتهم فلم ينصرفوا فتبقى من الألف سبعماء ولما وصل جيش المسلمين إلى أحد رتبهم النبي صلى الله عليه وسلم في مواضعهم وأسند ظهورهم إلى جبل أحد وكان هناك فغرة في الجهة اليسرى فكان لابد من سدها فرتب النبي صلى الله عليه وسلم خمسين رجلا من أصحابه من الرماه في الجهة اليسرى فوق جبل الرماه وأمرهم أن يلزموا مكانهم وأن لا يبرحوه أبدا في حال النصر أو الهزيمة وأن لا يغادروا مكانهم حتى يبعث لهم الرسول صلى الله عليه وسلم وإذ غدنت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم واذكر أيها الرسول حين خرجت من بيتك لابسا عدة الحرب تنظم صفوف أصحابك للقاء المشركين في غزوة أحد جماعة هنا في الوسط وأخرى في الميمنة وثالثة في الميصرة وهؤلاء في القلب وأولئك على جبل الرماه وتسويهم سفوفا كما في الصلاة فلا يتقدم أحد ولا يتأخر والله سميع لأقوالكم عليم بنياتكم وأفعالكم وإذ غدنت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم ترجمة نانسي قنقر